طبعاً رغم الآلة الإعلامية إلى أن التريار اليميني المتطرف المناوئ لفلسطين لا ينجح في التعبئة ولا يجبع أبداً الأعداد التي تخرج أسبوعياً تقريباً لدعم لغزة منذ بدء الاحتجاجات لغاية اليوم وهذه هي كلية العلوم السياسية وكلية العلوم السياسية التي هي بحقيقة ليست كبيرة في الحجم لكنها تقيلة من حيث الوزن هؤلاء الطالب ليسوا كلهم من خلية العلوم السياسية بل جامعات أخرى كجامعات السربون التي غطيناها وأمس وأعدة جامعات أخرى انضموا الحكومة حقيقة تخشى من امتداد هذه الرياح الحرية القادمة من الولايات المتحدة ومن جامعات الولايات المتحدة أن تنتقل لفرنسا لأن لها ذكرى وتاريخ ربما وتجربة مريرة مع الطلبة على مر الثورات والاحتجاجات والانتفاضات الفرنسية الداخلية لهذا تتفادى ربما الوجوء للقوة لأنه سيكون هناك تضامن أوسع من جامعات أخرى وهنا ستنفلت الأمور حقيقة اليسار أيضا حاضر حضرت عدة وجوه يسارية بارزة ريمة حسن الوجه البارز والمرشحة للأوروبيات إغيك كوكخال وهو رئيس لجنة المالية في البرلمان الفرنسي وهو يساري وهو من قام بزيارة رفح في الأسبوع الماضية أو في الأشهر الماضي أول فريق برلماني يكسر الحصار ويزور معبر رفح المصري تضامن مع غزة طبعا وعدة نواب آخرين تومبورت وأيضا أطوان لومون كلهم من اليسار والريسار رديكالي جاءوا دعما هؤلاء الطلباء الذين يقولون أنهم صوت الشارع الحقيقي